حقيقة إنه شعب المصري ده شعب حلو قوي قوي خصوصا بقى لما يدعم أي حد بيمث المصر في أي مكان وبمننا بنتكلم بقى عن رياضة أيا كانت اللعبة وأيا كانت الشخص المهم أن يكون بيمث المصر المبارح كان يوم حلو جدا 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 أبطالنا وأولادنا أحمد الجندي وسارة سمير أحمد الجندي طبعا حصد على الميدالية الدهبية وسارة سمير حصدت على الميدالية الفضية في رفع الأسقال وأحمد الجندي طبعا في الخماسي الحديث كلنا فرحنا وكلنا كنا وراهم وكلنا كنا بندعمهم واليوم بالنسبة لنا كان حلو جدا 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 يمكن لقطات تاريخية مبارح عشناها في الأولمبيكس أو في الأولمبياد فكرة أن نشيد الوطني المصري بيتعزف في أكبر حدث رياضي تاريخي وأهم حدث في العالم والعالم كله بيتفرج عليه وده طبعا بسبب ابننا أحمد الجندي وحصدوا لي الميدالية الدهبية في الخماسي الحديث عايزة أقول بس لحضراتكم الخماسي الحديث دي من أصعب اللعبات ومش بس حصد ميدالية دهبية لأ ده يمكن حقق أرقام قياسية جديدة وزي ما احنا شوفنا كل النسكت بتدعمهم كل النسكت بتابع لحظة بلحظة اللي بيحصل مبارح وكأننا كلنا بنتفرج على مدشات كرة رغم أن كتير مننا ممكن ما يبقاش عارف تفاصيل كتير عن اللعبتين ولكن كنا فرحانين جدا بيهم وكنا فخورين جدا بيهم وكلنا بندعمهم ومبسوطين جدا جدا بالأرقام وباللي قدروا يحققوا